فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 في الدنيا وفي الاخرة وانها والله حبيبة النبي السلام في الدنيا وفي الاخرة ولكن الله اقتلاكم بها اتسمعون لها ام تسمعونها هي اشتهدت واخطأت فلو يسمع لها والاتبع للكتاب والسنة فقد افلح عائشة فالضضاع عن ارضها قال عمرو ابن العاصي يا رسول الله من احب الناس اليك قال عائشة صدر الباب بها فقال لست عن النساء اسأل اني اسأل عن الرجال فقال فابوها ابو بكر رضي الله عنه وارضه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر اذا سمع الاذان ويخففهما وعنها رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين اليدان والاقامة من صلاة الصبح وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فيخفف حتى اني اقول هل قرأ فيهما بام القرآن وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر صلى ركعتين وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبع وعنها رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر وقال الماموس أحمد الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وعنها رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن ركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وعن ابن عباس رضي وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقر وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وعنه رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل سنة الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن سنة الراتبة هناك 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 في المطاقة ونحن في الراتبة على ما قسم الفقاء والفرق بينهما أن الراتبة هي التي شابهت الفريض الراتبة يقصدون بالراتبة التي شابهت الفريض ومشابهت النفلة بالفريضة أن يكون لها توقيت معين كما أن الفريضة توقيت معين وأيضا من ظن المشابهة بأنها محددة يعني أنها إذا فاتت على المرء بالكسل أو بالتعمد لا يقضيها على قول المحققين من أهل العلم وأيضا قالوا شابهت الفريضة لأن النسلم واضب عليها فلم يتركها قد سفرا ولا حضرة أو كان النسلم في أغلبها لا يتركها سفرا ولا حضرة قال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ثقى وثبت حاطب عابد كما بينا وأنه روى له الجماعة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان سليمان بن حيان الأودي قال بعضهم أنه كان ضئيف الحفظ وقال بعضهم صدوق روى له الجماعة لكن الحق في حفظه كلام يعني لو تكلمنا عن شروط البخاري ومسلم فلا ينزل تحتهما مثل هذا الروا عن داود بن أبي هند وهو ثقة متقن كان قد اخترت أو تغير بأخرة روى له البخاري تعريقا والإمام المسلم أصحاب السنان الأربع عن نعمان بن سالم عن نعمان بن سالم الطائفي ثقة ثبت روى له مسلم أصحاب السنان الأربع عن عمر ابن أوس ابن أبي أوس الثقافي تابعي كبير من الفضلاء النبلاء روى له الجماعة قال حدثني عن بسة ابن أبي سفيان وهو أخه معاوية نبي سفيان كانوا يقولون يعني كنياته أبو الوريد له رؤية وهو من التبعين روى له مسلم صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تقول روى جميع صلى الله عليه وسلم رد الله عنها الظهر روى الجماعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ثنتي عشرة ركعد في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة قالت أم حبيبة ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن بسة ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة وقال من عمر بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عمار بن عوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عمر ابن عوس ما اسمه هذا عشر غريب الذي سمعتهن هذا التسلسل بيش بالتطبيق هذا لو قلنا التسلسل باللآلئ لكان حقا لأن هذا يبين لنا ويظهر لنا كيف تطبيق هؤلاء الأخيار الأبرار على ما سمعوهن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كان على هنا يقولون يا أهل الحديث اعملوا بالحديث مرة واحدة أو اعمل بالحديث مرة واحدة تكون من أهلهم فانظر كيف كان يفعلون وكان الزهوري يقول أيها الناس عليكم بزكاة الحديث قالوا فما زكاة الحديث قال على كل أربعين حديثا تحفظوا اعمل بحديث واحد الله بنعلم من يعمل بهذا الحديث يا رب العالمين قالوا بهذا الإسناد من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة وعنها رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد المسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بني الله له بيت في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد وقال عم ما برحت أصليهن بعد وقال النعمان مثل ذلك وعنها رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الودوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله وقال المسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير فحر أكثر عنه الإمام مسلم وهو من أفقاط الأثبات وعن ابن عمر رضي الله تعالى قال حدثنا يا حيان هو ابن سعيد مقطان وهو من أفقاط الأثبات قال عنه الثوري شيطان من شدة حفظه عندما رجعه الأسانيد يراجعه المتون والعكس بالعكس قال أقبل النافع نافع عمون بن عمر ومن أفقاط الأثبات عن ابن عمر الأثري نعم فضو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إزاكم الله قبل هذه يعني تبين لنا فضل صدق العبد في عبدته لربه يدل في علاء بأنه يتبع النوافل بالفرائب أقول أن نليات كل نليات أن يهتم بالفرائب والتقوى كل التقوى أن ينتعى عن المحرمات يأتي بالوالبات وكلما كان النقص دخل في هذه أو في تلك يقلل من نسبة التقوى فالغرض المقصود الفرائد هي النليات أداة النليات سواء نقدمه ما أوجب الله عليه ولذلك جاء العربي الذي هو كما وصفه الصحابة سائر الرأس له دوي يسمع له ولا يفق ما يقول قال سعد سلام عن الإسلام فقال له خمس رات في الهام والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص قال النمي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق وقد قال الله أنه في علا هم خمسون وهم خمس أو هي خمسون وهم خمس خمسون في الأجل وخمس في الفريضة فالله جعل ما أوجبه يريده من عبده أما النوافل فليست كالفريضة فأداة النليات هي الفريضة وأداة المحبة هي الفريضة أما أداة المحبوبية والرفع والدرجات والدرجات بالنوافل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب علي عبد بأحب إليه مما افترضته عليه ولا زال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى وحبه فإن أحمدته كنت سمع الذي يسمع به إلى آخر الحديث وما سدد عبد الله سجدة إلا رفع الله بها دردة وحط عنه بها خطيئة وهذه أعظم العبادات على الإطلاق لأن النسلم قال الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل فإن العبد حتى سد خانة الخلل في الفرائض لا تكون إلا من النوافل فعلى المرء أن يهتم بالنوافل ليرتفع عند ربه دل فعله لما قال قدم ربيع من كعب الأسلامي قدم وضوء النسلم فقال له النسلم سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أغير ذلك قال من هو ذلك فقال له إذن أعني على نفسك بكسرة السجود وأنت ترى أن النسلم كان ما يتعبد له عبادة من النفلة إلا وثبت عليها وأثبت عليها وأمر عبادة الله على ذلك عندما أنكر على عبد الله بن عمر وقال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه فالنوافل لها ما لها من الفضل وفيها كما قلنا إظهار الصدق في العبودية لرب البرية جل في علا هنا عندنا نافلة من أعظم النوافل قدرا والذي لم يتركها نسلم سفرا ولا حضر هذه النافلة ألا وهي سنة الفجر رغيبة الفجر كيف لا وقد قال نسلم هي أحب إليه من الدنيا وما فيها في روايا خير مما طلعت عليه الشمس هناك مسائل كثيرة تعلق بهذه النافلة العظيمة التي شابهت الفريضة هي سنة الفجر أو رغيبة الفجر مسائل الخمسة أو مسائل ستة يعني نتكلم عنها أولها حكمها حكم سنة الفجر سنة الفجر نقل بعضهم الإجماع والاتفاق على أنها سنة هي سنة الفجر فهي سنة وإن كان بعض الأماما قد نقل الخلاف في ذلك فقد قال بعض السلف منهم عن حسن المصري قال هي واجبة وقال هي وليما لأن المسلم قد اعتاد هذه الصلاة ولم يتركها قد وقال صلوا كما رأيتموني وصلي فاعتاد المسلم وهو داوم عليها وهو ظب عليها سفرا وحضرا لا سياموا وأن عيشة قالت ما رأيتم المسلم أشد تعهدا على صلاة مثل هذه الصلاة فقالوا هي واجبة وهذا قول مرزول مردود شاذ لا أصل له الصحيح بالإرماع والاتفاق بأن سنة الفاريو هي سنة وهي نافلة لا ترتقي إلى الفريضة والدلال على ذلك أذل لا كثير منها قول النمسلم خمس صلاة في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد الأخر الحديث وذكر خمس صلوات وإذا قلنا بأن سنة الفاريو وليبة صارت ست صلوات وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الأعربي عندما قال له هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فقال لا أزيد ولا أنقص أولا أنه قال لا إلا أن تطوع إذا قسم الصلاة إلى فريضة وإلى نفلة فذكر الفريضة خمس صلوات وذكر غيرها أو غير هذه التي سكت عنها هي التطوع إذن غير الخمس صلوات بأنها تطوع دلال أوضحها جدا على أنها نافلة وليست بواجبة وإن كان أن السلام قد واضب عليها لأهميتها بل ولفضها لذلك ننتقل إلى المسألة الثانية في هذا الباب بعدما بينا بأنها نافلة على كل الأحوال وليست بفريضة فضل هذه الصلاة حتى ولو قلنا بأنها نافلة هي أحب ما تكون لأن نوافل إلى الله جل في علا لأنها أحب ما تكون لأن نوافل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون ولا يتحرك نفس السلام إلا بيحب قال النبي السلام كان بحيث عائشة هي خير مما طلعت عليه الدنيا خير مما طلعت عليه الدنيا أو أحب إليه مما في الدنيا وما فيها يعني من متاع متاع الدنيا الزائل الذي لا يعني يساوي شيئا كما بيّن علماءنا وقالوا إن كانت الأخرة إن كانت الأخرة زخفا خذفا باقي وكانت الدنيا ذهبا فاني فالزخف الباقي أرضى من الذهب الفاني والدنيا قطعت السلج في وقت في شمس حراته شديدة كم تبقى في هذه الإنسان فلذلك ويقول خير مما طلعت عليه الدنيا أن يصلي هاتين الركعتين بهما يرتقي عند ربي للفعلان لديمومة الخلود ففضلها عظيم بأن الله قد أوحى لنبيه أن خير من الدنيا وما فيها أن يستمر على هاتين الركعتين فإذا فضل هذه الصلاة ظهر في قول سلم يا خير من الدنيا وما فيها وأيضا قول سلم يا خير من ما طلعت عليه الشمس وفضلها أيضا ظهر بموظبة للسلم عليها وأنه ما تركها سفرا ولا حضر من السلم إذا استمر على العبادة اعلم وأنه عض عليها بنوارس أنها من الفضل بمكان وفضلها أيضا في قول سلم من صلى البردين دخل الجنة والبرداني الفجر والعصر لذلك قد قال الشفائي بمثل هذه الأحاديث أن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى التي هي أعظم عند الله الذي يعلها وأيضا من فضلها أن الملائكة الذين الكتب يجتمعون في صلتين في الفجر وفي العصر ففي الفجر هذه تلالة أيضا على فضيلة العصر فهي مواكبة موافقة مترابطة مع الصلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى التي أعظم الصلوات لذا فضل هذه الصلاة العظيمة فحليم بكل إنسان ألا يبتلك هذه الصلاة العظيمة أيضا هذه الصلاة من فضلها أن من واضب عليها كانت له وسيلة لرؤية الرحمن جالي في علام وإن كانت الرؤية مكتوبة على من أدى الفلايض وأنه يحوز هذه الرؤية لكن الرؤية تتفاوت جمال الرؤية وبهاء الرؤية وعظمة الرؤية ونعيم النعيم في القلب بالرؤية كله يتفاوت الضردات يعني من كان يؤدي الفلايض يرى ربه جل في علام لكن نعيمه في الرؤية لا يساوي نعيم من أتى بالفلايض ثم أتبع الفلايض بالنوافق من كان في المردوس الأعلى لا يكون مثل ما الذي كان في أدنى هذه الضردات كما قال للمسلم بين الضرجة والضرجة في الجنة كما بين السماء والأرض عندما يرى الناجب في السماء فإذن هذه الرؤية تتفاوت نعيم الرؤية يتفاوت وقد بينا في السماء فإن استطعتم سترون ربكم كما ترون هذا هذا القمر لا تضمون أو قال مثل الشمس لا تضمون لا تضرون في الرؤية الأخرى قال فإن استطعتم ألا تغذبوا على صوات قبل ترون الشمس وقبل غروب الشمس ففعلوا وهو بعض المقصد فيها هي فريضة الفجر وفريضة العصر لكن ما يتبعهما يأخذ حقبهما فالفرع يأخذ حق العصر وذلك قال هي خير مما طلعت عليه الشمس فيه وسيلة إلى رؤية راجع الله الكريم سبحانه ودل في علاد وهنا اختلف العلماء كما ما زلنا في فضلها اختلف العلماء في فضلها وفضل الوط أيهما أفضل الوطر أم السنة الفجر مع الاتفاق بأنهما أفضل النوافل على الإطلاع الوطر وسنة الفجر هما أفضل النوافل على الإطلاع لكن اختلف أيهما أفضل الوطر ام الصلاة الغادي في الجمهور يرون الويتر افضل وشفاية لهم قولان في ذلك القول الاول سنة الفجر افضل لان السنة قاله يا خير من ما ترأت عليه الشمس وهذه الخيرية تدل على اطلاق الفضل ففضله اعظم من فضل الويتر والقول الثاني قال الويتر افضل ونأذن الله بهذا القول الثاني وهو الصحيح فالويتر افضل من اكثر من وجه الوجه الاول ان الويتر امر به النبي صلى الله عليه وسلم واما سنة الفجر لم يأمر بها قد أمر الأمة بلسان حالي لا بلسان مقالي ولسان القال أقوى عن لسان الحال فهو أمر بالوتر عندما قال صلاة الليل مسنا مسنا فإن خش يسوح فليتر بواحد لما الأمر هو الآن فقد أمر بها فلما أمر بها تل على أنها أفضل أو أعلى مراتب أن فلا أن لم تكن وليبة لأن الأصل في الأمر نوجود فقال علمنا فإن لم يكن وليبة فأعلى مراتب النوافر فإذا هذه دلالة أيضا بأمر أن الوتر أفضل وأيضا من دلالات أن الوتر أفضل كما قلنا لم يتركه سفرا أيضا ولا حضرا ومن فضل الوتر أيضا أنه من قيام الليل وقد ورد النص الصريح على أن شرف المؤمن فيه قيام الليل والاتفاق بأن قيام الليل هو أفضل للنوافل على الإطلاق يا أيها المستمين قم الليلة إلا قليلا لا سيما وأن الله جدا في علا حس الأمة واستنهض الأمة بأسرها بعد أن ينسلم على قيام الليل عندما قالوا المستغفرين بالأسحاب وقد دين أنه بسلم أن فضل بن عمر في أن يقوم من الليل نعم الرجل هو لو كان له من الليل وما كانت بسلم خيام الليل بحال من الأحوال وكان إذا نام عن ليله لتعب أو لشغل أو لغير ذلك فكان يقضيه نهارا بابه هو وأمه وقد قال له جمين تصريحا واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل والوتر من قيام الليل دل ذلك على أن الوتر أفضل من سنة الفجر والله تعالى أعلى وأعلم المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب وقت سنة الفجر وقت سنة الفجر وأيضا القراءة فيها أما وقتها بعد طرق الشمس لحديث عيشة الظاهر بأنه إذا كان إذا سكت المؤذن قام فصلاًا وسلم مركعتين طيب طرق الفجر مش الشمس منشكرين هل أنتم مستيقظون الآن جيد فأقول بعد طرق الفجر يبدأ وقت صلاة سنة الفجر لا سيئة وأن الحديث الظاهر في حديث حفصة خارك لما أضاء الفجر فأمنا سنة فارك عركتين خفيفتين وأعيش أعنى الله أقول إذا سكب المؤذن أو إذا سكت المؤذن فأمنا سنة فارك عركتين خفيفتين فإذا صلاة الفجر أول أول ابتداء صلاة الفجر عند طلوع الفجر يصلي ركعتين الفجر كان يصليهم أن يستلم في هذا الوقت والقراءة فيهما العلماء اختلفوا فيها اختلافا عظيم بعض العلماء من السلف قالوا لا قراءة فيها هتين الركعتين يصلي قائما هي فقط بلسان الحال قائما ركعا رافعا ساددا ولا يقرى فيها بحال واستدلوا على ذلك بحديث عيشة رضي الله كان يصلي ركعتين إذا سكب المؤذن أو إذا سكت المؤذن سيصلي ركعتين خفيفتين أقول هل قرأ فيهما بهم الكتاب أم لم يقرأ وهذا الدلالة وده حديث عنها كأنها لم تستمع بأنها القرأة وتشك على القرأة أم لا فلما وصلت بالتخفيف قالوا من التخفيف ألا يقرأ فيهما فقالوا لا قراءة في ركعتين الفجر وهذا القول هو أضعف الأخوان هو قول شام لأنه قد ثبت بالسنة الصريحة لأن الانسلام كان يقرأ فقالوا لا يقرأ وهذا ضعيف في القول الثاني قالوا يقرأ ويقرأ بهم الكتاب فقط وهذا قول مالك يقرأ بهم الكتاب ولا يقرأ بغير ا Harbor نقول هل قرأ بهم الكتاب أم لا كانت تقول ما كاد أن ينتهي إلا و يركع فكأنه يقرأ بهم الكتاب سريعا ويركع فلذلك قال لا قراءة في سننة الصبح ولم بهم الكتاب وجمهور أهل العلم ايرونا بانه يقرأ فيها بام الكتاب وايضا بقول يا ايها الكافرون وقلوا والله احد هذه ايات التوحيد قلوا والله عسفة القرآن وربca القرآن يقول يا وكافرون لانها دل على توحيد الله يا فعله وقالوا فكأن من بلاج الفجر يشتشرق الشمس على توحيد الله وتغربي الشمس ليلا على توحيد الله جل academics يكون المرء صباحا ومساءا على توحيد الله حتى اذا ختم الله عليه في يومه او في ليلته يكونوا بتوحيد الله دل فعلان فكان غالبا ما يقرأ بقول يا ايها الكافرون براعة من اهل الشرك وقول والله احد اثبات التوحيد لله دل فعلان لان رقنا او لان رقنا لا اله الا الله او رقنا التوحيد هو الولاء والبراء والاثبات والنف لا اله الا الله ولا اله للتوحيد ولا اله للتوحيد وبراءة من الشرك وبراءة من اهل الشرك فقول يا الكافرون تحمل البراءة وقل والله حد تحمل الولاء وكان المعهومة المسلم في هاتين الواكعتين وكان يقرأ ايضا قل ياه الكتاب تعالى الى كلمة سواء دعوة الى الترحيد وايضا ايات البقرة المشهورة ولكن الغالب كان يقرأ بقل يا ايها الكافرون ويقرأ بقل هو الله احد سبحانه مجل في علام هذه بالنسبة للقراء وهذا الراجع الصحيح وان كان بعض القوم من الاحناف يقولون من فاته حزبه في الليل فليقرأ حزبه في هاتين الواكعتين يعني يطيل وهذا مخالف للسنة يعني الاحناف يقولون لو رجل كان بيقرأ البقرة في الليل فنام عن حزبه لو قام من الفجر قبل ان يصال الفجر يصال الواكعتين بالبقرة فيعود ما فاته وهذا مخالف للسنة ولم يعهد عن الثلث بحال اذا السنة في ذلك ان يقرأ بالفتحة ويقول يا كافرون ويقول هو الله احد المسألة الرابعة فاذا قلنا بسنة الفاجر ان المسألة كان في هذا الوقت لا يصلي الا هاتين الواكعتين فأل يجوز صلاة غير هذه الصلاة ام يقف عند هذه الصلاة هذا خلاف عريض بين العلماء الشفائية لهم اعطل ثلاثة القول الاول بانه الصلاة مع هذه الصلاة اللي هي الصلاة السنة الفاجر اذا صلى معا نوافل مطلقة مثلا او نوافل اخرى الكراها مطلقة عدم الكراها مطلقا ما لم يصلي الصبح كراها مطلقة ما حدش فاهم ما حدش فاهم اي حاجة اللي مش فاهم يرفع ايه كله مش فاهم ما شاء الله كميل جدا انت فاهم لا والله يبقى عشان حلقت رأسك تبقتيني بما فاهم الكراها مطلقا فسر نعم الكراها مطلقا يصلي صلى الصنة ما يصلي الصنة لا صلاة الا هتين وركعتين دي كراها مطلقة القول الوجه الثاني المقابل الوجه الثاني المقابل حبيبي يا منحلق شعرها عدم الكراها مطلقا عدم الكراها مطلقا هذا ايش مقيد ايش صلاة الصبح ليش يا شاطر بقى ليش انت اضربني بقى صلاة ايها خل الدليل انا نسألناها على صلاة امبابة الفجر حتى تطلع الشمس والوجه الثالث وصلت قالوا لا نقول بالكراها وعدم الكراها قلنا كيف قالوا لو صلى الصنة لو صلى هتين ركعتين دخلت الكراها فلم يصلي لم تدخل الكراها مفهوم يبقى زيد قام قام بعد طرع الفجر وكان قد نسيها الوت قال يصلي الوت قبل ان يصلي صنة الفجر لو صلى صنة الفجر دخلت ايش الكراها ما لم يصلي صنة الفجر فالكراها مرفوع مفهوم طيب وبعض العلماء يرى انه لا صلاة الا هتين الركعتين وهنا قول حزمه قول كثير من العماء قالوا لا يجوز مش كراها لا يجوز صلاة الا ان يصلي في هذا الرفض الا هتين الركعتين وبعض العماء قال بالكراها مطلقة حتى له صلاة ذات الاسباب والصحيح الرارح انه القول الوسط بانه اذا صلى صنة الفجر يكره له ان يصلي بعدها فانا يصلي صنة الفجر فله ان يغضي ما فاته لانه قد ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه كان يفوته الوتر من الليل فيخوف يصليه قبل رغيبة الفجر كان يفوته الوتر من الليل فكان يغضيه قبل ان يصلي رغيبة الفجر فهذا اثبات على انه ان دخل في السنة فالكرهة مولودة وإلا فلا كراها وهذا الاصل الأصيل لا سيما انه قد بينا لنا حتى في اوقات الكراها ان ما فاته من النوافر منه كان يغضيه في مثل هذا الوقت هذا بالنسبة للصلاة مع هذه الصلاة بعض العلماء يقول اذا قلنا بعدم الجواز فعندنا ادل كثيرا جدا بعدم الجواز الذين قالوا بعدم الجواز او الذين قالوا بالكرهة مطلقا بانهم قالوا قد ورد عندنا عن حفصة رضي الله عنها وارضها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بزغ الفجر اذا اضاء الفجر لا يصلي الا ركعتين وهذه حكاية فعل وحكاية الفعل تبين الاستحباب ولكن لا تدل على الكراها مفهوم ولا غير مفهوم يعني الذين قالوا بكرهة مطلقة قالوا عندنا ادل كثير بان حفصة رضي الله عنها قالت اذا اضاء الفجر الفات يدل على الحص يدل على ان السلام لم يصلي الا الركعتين فقلنا اه اذا قلتم بهذا فهذه حكاية فاعل واحكاية الفاعل تدل على الاستحباب وهذا محل الاتفاق محل الاتفاق بان هو لا يصلي الهاتين الركعتين مستحب له ذلك لكن نحن نتكلم الان فيه الكراه هل يقرأ له ان يصلي مع غيرها ام لا فالدليل لا يساعدكم على القول بالكرهة لكن يساعدكم على القول بايش باستحباب التوقف عنده هاتين ارواكعتين. نسدل ايضا على حديث الترمذي ولكن هذا من الاحديث القولية التي يستدل بها. قال الترمذي عن الانسان قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين. وهذا صريح فيما يستدلون به. قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين. وهذا الدباو ده حديث انه فرغ الامر الا ان تقف عند ارواكعتين. لكن هذا الحديث قال فيه الترمذي هو حديث غريب. وان ورد له بعض الشواهد لكن الحق ان الحديث لم يصح. هذا الحديث لم يصح وان صح لكان دليلا على انه لا صلاة الا الركعتين لكن ورد بسنة صحيحة عن ابن عباس وعن غيري انه كان يغضي ما فاتهم من اليه من الوت قبل ان يصلي رغيبة الفجر فاذا هذه الصلاة صلاة ذات سبب يمكن ان يصلي قبل ان يصلي سنة الفجر المسألة الخامسة التي تتعلق بهذا الباب سنة الادجاع بعد صلاة الفجر يعني هذه سنة سنة رغيبة الفجر لها سنة وهي الادجاع بعدها وهذا مات عند كثير اندثر عند كثير من الناس لا يفعلون ذلك وكان من الصحابة كمجاهد وغيره كان اذا صلى سنة رغيبة الفجر وضع يدو على خده والضرع يمينا يقول افعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي المؤذن فيؤذن للاقامة صلاة الفجر عامتنا هذه سنة كما ورد في الصحيحين عن عيش تغطي الله عنها واردها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن وفي رؤية اذا سكب المؤذن قالت فقام المسلم فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطرع على شقه الايمان وفي رؤية ان كان النفسلم اذا انتهى من قيام الليل والوتري فان كانت مستيقظة ايقاظها فتكلمة وستمر معها وإلا اضطرع النفسلم والالتجاع يستمر الى سنة الفجر فكان من السلام يضطرع سنة عنه وهي سنة فعل وقد ورد لأنها على القول لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من السلام إذا صلى أحدكم مركعتين فجر فليضطرع على يمينه هذا الحديث اختلف في إسناده فبعضهم يحسنوا فبعضهم يضعفوا والكثير يحسنوا هذا الحديث وإن كنت أميله إلى التضعيف لكن هم يحسنون هذا الحديث للرؤيات والشهاد على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا من قوله القوة أنه من قوله قال إذا صلى أحدكم الفاجر سنة الفاجر فليضطرع على شقه الأيمن تمسك بهذا الحديث ابن حز وقال بوجوب الاتجاع بعد سنة يعني هو قال بوجوب التوقف أم الوجوب على التوقف عن الصلاة إلى تين ركعتين ثم قال بوجوب الاتجاع بعد سنة الفاجر الأقوى من ذلك خلاص قلنا بالوجوب كذك الله خير ارحمنا بما قلت لكن أتانا بالصعيق الكبرى قال فمن لم يضطرع بعد سنة الفاجر فصلى الفاجر فصلت باطل وهذا موت يعني والضائم ليش؟ وطعا على التعصيل الذي يوصله لأنه قال من لم يضطرع فقد عصى الله ورسوله قد عصى رسول الله بفعله مع أنه في الأصل عنده أن الاتجاع الذي ورد في الفعل نفس السلام أنه لا يدل على الوجوب حكاية الفعل عنده لا يدل على الوجوب لكن هو يستدل بإيش؟ ده حديث أبي هرايه أنه قال فليتضرع على شقه لأنه قال إذا أمر والأمر الوجوب فمن لم يفعل ما هو كان وربا فقد عصى فمن عصى بطلة صلاته مطلق أنه يختلي إيه؟ آسف الفساد يبقى إذا من لم يضطرع سنة يبقى كل الناس الفجر عندهم إيش غير قائم ما في عند السنة هذه ماتت بالله عليكم من يضطرع على شقي الأيمن بعد سنة الفجر اللي يضطرع على الفجر كل مرة فعلتها مرة ها مين هو مثلا يعني مرة واحدة تكون من أهل الحديث يعمل من الحديث مرة تصبح من أهل مرة واحدة فالغرض المرزود يعني من لم يطرع صلاته بطلة كلام ضعيف جدا مرزود غير مقبول صراحة شاذ لا يقضل من الإمام الفحل الإمام ابن حزب لكن الاتجاع سنة من سنة النمسلم من فعله وإن قلنا بصحة الحديث فهي أيضا من قوله المسألة السادسة التي نختم بها هذا الباب وهي مسألة قضاء سنة الفجر إن فاتت في سنة الفجر فهل للمرء أن يقضيها أم لا أما بالنسبة لقضاء الفريض ففيها ما فيها من إيش من المعارك الضارية بين العلماء لأن الكثير من العلماء يقولون تقضى وقليل من العلماء يقولون لا تقضى إلا بأمر جديد يقولون لا تقضى إلا بأمر جديد ليش لأنهم قالوا بأننا مثلا قال من نام عن صلاة أو نسيها فلي صادها وقتما ذكرها فهو ذكر النام وذكر النسيان إيش اللي فيها مقتول أنت بصاهرين أكتول ليه لو جاي مية هتأتي تموت لنا في المجلس تفضل يا صاحب الحديث هاته إيش اللي فيها إيش اللافتة اللي فيها تفضل 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 تشرفنا بك زادت منها حرصا تشرفنا بك شرفنا بك تفضل لا السؤال الثاني انت لسه في السأب إيش اللي فيها من نام عن صلاة أو نسيها فليصال ليه وقتما ذكرها يستدل به العلماء على إيش على عضعة فيه على عدم خلصه منفجل يا حلاوة يا حلم والده النوم له انت من متى ما نمت فضل من متى؟ نمت مبارح؟ نشوف. فضل. يعني انا اريد وده الدلالة الهاتف استاذ. اي كل صلاة? ازاك الله خلي انت فتحت الباب لكن نريد تقييد بقيت اه كيميا خليك. نشتم نشتم معبير يد اتنين قال الكفة الف اربعة. ما انت ايوه هو ذكر نوم وانسيان فلم يذكر التعمد والمسكت عنه وانا مخالف في حكمه. فحكم النام والناس ان يقضي. اذا المتعمد بالمفهوم ايش? لا يقضي. هم يستطيع ذلك. قال من نام على صلاة وانسيائها اذا ذكر النوم وانسيان وانا يذكر التعمد. اذا التعمد ما? يقضي. وان كان الجمهور هنا بعموم قوله السلام لين الله احقب انه يقضي وهذا معترك لا ندخل فيه اما بالنسبة لقضاء السنة فقضاء سنة الفجر اذا نسيها او نام عنها او تركها فله ان يقضيها. لانسيان قد قضى عموما بالقول وبالفعل السنة التي كان يواضب عليه. فانسيان قد انشغل بتفريق والانشغال ينزل تحت النسيان هو اقوى من النسيان. لذلك قضاها انسيان انشغل بتوزيع الصدقة على الناس ولم يصلي سنة الظهر البعدية فلما دخل في بيت ام سلمة فقضاها. فسألت ام سلمة انت يا رسول الله تصلي بعد العصر. انت نهيت عن الصلاة بعد العصر. تصلي بعد العصر. اندهش تتعلم. تسأل لتتعلم. فبين لها انها سنة زور لكن قد شغل عنها فقضاها انسيان من الفعل. ومن القول النبي سلم قال من نام عن صلاة النسيان عموما فليصليها وقتما ذكرها. وايضا من الاقرار انسيان وجدت هذا الدليل خاص في سنة الفجر. من الاقرار ان انسيان دخل على عجل يصلي. فقال الفجر صلي فجر اربعا. صلي بعد الصلاة صلي فجر اربعا قال اهل سنة الفجر فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان الاتفاق عند اهل سنة الجماعة بانه من نام او ناسي اه صلاة سنة الفجر او نام فقام على على اقامة الصلاة فليبدأ بصلاة فريضة وليقضي سنة الفجر بعد طلوع الشمس هذا الاولى له حتى لا يدخل في مسألة الخلاف المشهور بين العلماء. هل الصلاة ذات السبب تصلى في الوقت منه عنه ام لا. وان كنا ندين الله انها تصلى. ولكن جمهور عند العلماء الخروج من الخلاف. ها. مستحب. فالخرج من الخلاف مستحب فيصليها بعد طلوع الشمس وقت اثر بذلك عن النفس السنة. اذا له ان يقضيها وبهذا نقول قد انتهينا من هذا الباب. الباب الثاني الذي انتقل اليه المصنف هو الباب فضل سنن الراتب. وضمنا هذا الباب مع هذا الباب لانه كما قلنا مع نفس الفضيلة يا اه ولا زال عبدي اتقرب الله من نافر حتى احبه. نعم سنة. قضاء الوتر ما له. والله في النهار ورد انه سنن كان اذا نام عن حزبه في الليل صلى ثمت عشرة ركعة قبل الزوال. فهنا يشفع الوتر له يصليه ويترة. وقد ورد في البغوي في شرح السنة قد اورد واخرد حديثا بان سنن صلى الله ويترا ايضا. لكن كان غالب حل ان سنن في القضاء يقضيه سن عشرة ركعة. شفعا. ولكن ورد ايضا انه قضاه ايش? ويترا. فمن فعل ذلك فلعت فمن فعل ذلك فلعت. والسنة ان يفعل ذلك تارة. ويفعل ذلك تارة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من النوافل ايضا هو النوافل الرواتب. وقلنا الرواتب لانها شابهت الفريضة بالتوقيتي وايضا بالموظبة عليها مثلا ما كان يتركها. ورد ان بعض الرماء قال النوافل الرواتب هي عشرة لحديث ابن عمر الاخير الذي يتكلم فيه انه صلى ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد المشاء ورغبة الفجر نقل عن حفصة انها كان يصليها فقالوا عشر وبعدهم قال بل اسنت عشرة ركعة. بعضهم قال سنت عشرة ركعة للاربع قبل العصر. وصح الرجل ان الرواتب هم اه سنت عشرة ركعة. هذه النوافل للرواتب اثنت عشرة ركعة. بالترتيب في حديث امو حبيبة رضي الله عنه وضعها قالت من صلى لله سنت عشرة ركعة. اول مسائل هذه اول هذه المسائل من صلى لله يعني داوم عليه. لان هناك رواية في السنن في غير الصحيح قال من ثابر. ثابر داوم. لما ما يحسب المرء انه لو صلىها في يوم او في ليلة او في يوم او في يوم او في يوم تالي او في جمعة مثلا انه يحوز هذه الفضيلة. والقصر عند الله مبهم وهذا القصر مبهم عطاء الله لا يتصور. لكن المسألة على الديمومة. على الديمومة هي تسقط الصفر لكن هي على الديمومة. ديمومة حال المرء انه يواظب على هذه الصنن لا يتركها بحال من الاحوال. فقال من ثابر على سنتين عشرة تركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. بنى الله له القصرا في الجنة. والمسابرة معناها الديمومة والمداومة. وهذه المسائل التي تعلق في هذا الباب. اولا كم عدد الواكعات كما قلنا اختلف العام بعدهم قال عشرة على حديث ابن عمر رضي الله عن عرضاه. وبعدهم قال اثنت عشرة ركعة لحديث ام حبيبه وهذا الارح. وبعدهم قال ستة عشر ركعة لحديث ابن ابن طالب. بانه السلام قال رحم الله وبران صلى قبل العصر. اربعا. وفي الرواية عن عليه في المسلم ان السلام كان يصلي اربعا قبل العصر. يفصل بينهما بسلام. لكن حق الواتف كما قلنا اثنت عشرة ركعة لخانون سلام من صلى سنت عشرة ركعة في اليوم والليلة. وفي الرواية الاخرى من ثابر على سنت عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. او بنى الله له بيتا في الجنة. ومن زاد زاد الله له. لان ابن السلام في الحديث الذي حسنه بعض المتأخرين قال من قرأ قل هو الله احد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر يا رسول الله ارأيت ان اكسرت. قال الله اكثر واطن. يطيب لك ويزيد لك ان الله لا يمل حتى تمله. فهذه بالنسبة للمسألة المسألة الاولى وسنختم ان شاء الله بنوافل الاخرى التي تقارب النوافل الرواتب. لان بعض العلماء رأى ان الضحى ايضا بنوافل الرواتب. فضمها فصارت اه اه عند بعض العلماء كم? ثمان عشرة ركعة. صحيح ولا لا? لان هو بالاربع ركعة العصر وبركعتين الضحى اذا مع سنت عشرة ركعة وصل اليش ايه? الى ثمان عشرة ركعة. اه ايضا قالوا هي من السنة الرواتب للمسألة لم يتركها سفر ولا حضراء. لم يترك المسألة والصحيح في قول اه عائشة فصلت لنا في النزاع لانها قد حكت لنا انه كان للسلم لا يصلي ايش? الدحى. فحكت لنا ان السلم كان يترك الضحى وحكى لنا من رأى ان السلم يصلي الضحى انه يصلي الضحى. يبقى دلالة انه كان يترك طارة وايش? ويفعل طارة والرواتب ميزة الرواتب انه كان يواضب ويداوم عليها فهي ليست من الرواتب. المسألة الثانية يستحب فعل ذلك في البيت. هذه السنة ان يصلي سنت عشرة ركعة يستحب وتأكد الاستحباب ان تصلى في البيت لادلة كثيرة جدا لان عائشة كانت تصف فعل النزاع في السنة الرواتب. قالت كان النبي السلم يصلي قبل ظهر اربعة في البيت ثم يخرج فيصلي خاصة البيت. فيصلي بيانته الالمه وكان يتقصد ان يصلي النفذة في البيت. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل الظهر في البيت ثم يخرج فيصلي بالناس الفريضة ثم يرجع فيصلي ركعتين بعد بعد صلاة الفريض. وعندنا احديث قولية هذه الاحديث الفعلية. الاحديث القولية وردة ايضا من احديث الفعالية أن النسلم صلى صنة الفجر رغبة الفجر في البيت وانطلع على شقه الأيمن حتى جاءه جبريل يؤذنه بإقامة الصلاة ومن السؤال القولية أن النسلم قال أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة فيها دلالة أضحة جدا على فضيلة الصلاة في البيت أيضا قول النسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورة ماذا تستفيدون يا أهل العلم يا أهل الفقه يا أهل السلف في العقيدة النقية التقية من هذا الحديث قال المسلم صلوا في بيوتكم ولا ترعلوها كبورا كم من الأعوام نعيشه من أجل العقيدة ونبارس كتب للعقيدة لو ما أعددتش الأيدي كلها مرفوعة بسهوك يتوقف يعني يتوقف أنت بالذات وما أجبتش عليها عفيدة يعني حكسة رأسك نعم الوراق النايل الذي إذا وضع رأسه وفي شيء اجتمل عبيل فراح فذهب بتكتب؟ هتلفأ أيدك يعني أنت عارف أنا مش عارف بس لشأن أتمنى يا أخوي يا الله كريم عارف؟ جيد طب الباقي 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 مش عارفين؟ هات أنت ضيف علينا فلابد أن نكرمك بالإجابة صحيح ممتاز فيه دليل على أنها لا تصلى في المقابر أو حرمة تصلى في المقابر أو كراهية تصلى في المقابر لكن دليل على عدم الزحة هذا استنباط وإلا فالمحترك دامي في هذا الباب وهل إنه مطلق نهي يقدر فساد أم لا؟ لكن هذا صحيح هذه فيها دلالة عن الصلاة في المقابر إيش؟ لا تلوز وقد ورد حديث ضعيف في ذلك تصريحا أنها انسلم عن الصلاة في إيش؟ قال في المجزرة وفي الحمام وفي المقابر وهذا حديث ضعيف لكن هل إنسلم نهي عن استقبال القبر ونهي عن الصلاة في القبور بهذا الحديث قال صلوا في يوتكم ولا تجعلوها قبورا دلالة وضحة جدا على أن القبور لا يصلى فيها لا يصلى فهذه مسألة على قضية مهمة جدا الصلاة في القبور وسيلة إلى عبادة أهل القبور الصلاة في القبور وسيلة عبادة أهل القبور هذا ليس مجال التفصيل فيه لأنها من باب العقاد وهم السبت مصرحه هو طويل. وايضا من ذلك باننا مثلا باية لأن صلاة النافلة في البيت كصلاة الفريضة في المسجد. صلاة النافلة في البيت كصلاة الفريضة في المسجد. ايش معناه? ملهم يا بركة. ايش معناه? طب احل على البنة او صديقك وصديق العمر والحفظ. احل على البنة. ها? على البنة البنة. مش موجود ما جاهش. ايش? احل عليه. هو ما نرفع ايدش. كمان مش عارفه? شكرا. ها? المضاعف. يعني صلاة النافلة في البيت في سبعة عشرين درجة. من صلاة في المسجد. من صلى في المسجد فصلاةه بواحد. ولو صلاها في البيت فصلاةه بكم? تضعف عليها في سبعة عشرين. هذا النص كامسل صلاة النافلة في البيت كصلاة الفريضة في المسجد. صلاة الفريضة في المسجد تفضل صلاة الفريضة بكم? سبعة عشرين. في الوقت خمسة عشرين. ايضا صلاة النافلة كدلك. فصلاة النافلة في البيت تفضل صلاة النافلة في المسجد بخمسين وعشرين او سبعين وعشرين. مسألة ثالثة امام العبد يصلي لله كل يوم سنت عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنا الله نهو بها بيتا في الجنة كما قلنا الركعات على الخلاف بينها وقد فصلناها في المسألة الأولى الفوائد فضل الصحابة والسابعين لشدة تحر هؤلاء في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبيبة قالت لما سمعت رسالة ما تركتهن عندما سمعت المسلم تسلسل هنا تسلسل من الذهب قالت من صلى سنت عشرة ركعة في اليوم والليل بنا الله هو بيتنا في الجنة قالت ام حبيبة روية الحديث تعمل به تقول ما تركتهن منذ سمعته قال ما تركتهن منذ سمعته عامر ابن اوس يذكر هذا الحديث فضل الصحابة والسابعين لسي اما ابن السلام قد بيّن فضل هؤلاء وزكاه من والدن فوق سبع سموات اما بالنسبة للحديث سأبين واما الآية أريدها منكم زكاهوا من السلم فقال خير الناس قارن ثم الذين يلونهم وفي الرواق الاخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون او يغزوا في امن الناس فيقال فيكم من صحب رسول الله فيقولوا نعم فيفتح لهم ثم قال فيغزون فيقال فيكم من صحب من صحب رسول الله فيقولوا نعم فيفتح لهم هؤلاء من تبعون فقالوا في الثالثة وقال بعضهم شك في الرابع والحق أنها تقف عندها الثالثة عيتنا بعذر أن نقبله وإلا فالمسألة عليك ستكون أشد من السيوف هو أنت مهندس سيارة أو مهندس ترابه أسمنت لأ لما هي مش محتاجة المهندس ليش بقى تأخرت عن انتنس كان لازم تتحل عايزة ميا أو برشام محصور وطلعته بفمك أو بيدك أو بإيش أو بالسحر يعني طلعته بالسحر أو بيدك ليش ما طلعته بالسحر السحر كافر أنت تعلمت منه في المدارس أنك تطلق الكفر كده على المجرية أنت تعلمت بيد المدارس بجرة التكبير بيد التاريخة وهذا حديث ضعيف لم يصح مرفوعة هو موقوف هكذا على طول بتطلق الأحكام ما شاء الله والأخوات بالله قل السحر حرام ثم قل منه ما هو كفر ومنه ما لازم كفر كنت شافعي المذهب يا حبيب رجعت قبلنا رجوعك فضل ذاك الله الشمس المشرق علينا والله دكتور أيمان يعمل أنت عارف طب بما تعتذر هنا من تأخيرك وتضيعك للدرس أمس وتأخيرك يوم السبت في إيش أهدام الله عليك الصحة والعافية والخير والسعادة والهناء أحفظ لك النعمة أمين يا ربا أمين ذاك الله خير طيب الآية التي تدل على فضل التابعين ومن تبعهم بإحسان في سورتين صريحتين في سورتين ها محمد رسول الله هذا شوفت أنت قصر الأمر في الاستبدال عليه الصحابة فقط وأنا عايز مين ها 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 فتأدى الصدق تخين فعلين والسابقون الأولى من المجينا ها والأنصار فيل الشاهباء والذين تبعوهم بإحسان المتاز الآية الثانية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا في النهاية والإخوانين هذه ده على التسكية في كتاب الفائدة الثانية فضل الله الواسع في العطاء سنة عشرة يصلي سنة عشرة ركعة فقط بيت في الجنة تعرف إيش بيت في الجنة يعني أنت الآن لو عندك بناية في أعظم الشوارع مثلا في هذه البلد حفظها الله وهذه البناء يقول لك بس أن تصلي ركعتين وتأخذ هذه البناء لأنت تصلي مئة ومئة 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 وعبين ركعة وتأخذها صحيح الله أنت تصلي سنة عشرة ركعة فقط يابنى أنه ذاك قصرا في الجنة لا تبأس فيه بحل من الأحوال ولا يبيت وأنت فيه في خلود لا يبغون عنها حولة فهذا واسع عطاء الله للأفعلاء والله والكريم نسأل الله أن يتلطف لنا برحمته وأن يحسن علينا وأن لا يعملنا بما نحن أهلم له وهو أهل لكل خير الفائدة الثالثة خيرية الاستمرار في العمل الصالح إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وهذا الذي يحبه الله منك لذلك أنه السلام يقول قلل من العمل اكلافوا من العمل ما تطيقون لكن استمروا عليه لأن الاستمرار يدل على الصدق يا رجل ممكن يأخذ الليل كله قيام وعام ولشيخنا همة نعلت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي يتربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاحى المحيا